هقولك على حاجة لطيفة يعني إذا سمحت لي عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهد أنا لا بحب أجمل الصورة أكتر مما ينبغي أو أكتر مما تحتمل ولا أحب إن أنا أخلي الصورة معتمة قاتمة أكتر من الحقيقة يعني إذا كان الحقيقة فيها شيء ما غير جيد هنقلك الحقيقة فيها شيء جيد هقولك إنه جيد لو ممتاز يبقى ممتاز لو لقدر الله كاريسي هقولك إنه كاريسي طيب هل الوضع في فلسطين المحتلة غير جيد لا هو الوضع كاريسي على بلطة صح صح طيب هل هي تطور إلي ما هو أسوأ طيب تعال نخدها بالراحة ودي مش النظرة المتفائلة هي النظرة الواقعية تعال نفك المشهد كده زي ما بيتقال فكه يعني علشان تقدر تبقى شايف الدنيا ماشية إزاي أي شيء مركب معقد في الدنيا مطور مثلا مكانة جهاز إلى آخره بيحصل الجماعة الصينيين كانوا بعملوا حاجة لطيفة جدا نسمع لهندسة العكسية عشان يعملوا تطوير للصناعات بتاعتهم ويتوروا التكنولوجيا بجانب بقى الأبحاث اللي بتتعمل الأبحاث الصناعية والأبحاث التكنولوجية وما إلى ذلك يعملوا حاجة اسمها لهندسة العكسية فكها لحد أصغر وحدة ممكنة ونفهم وظيفة كل صمولة وكل مصمار بيحصل إيه من هنا أقدر أقولك والله المطور ده نقدر وإحنا بنعيد تجميعه تاني خلاص أنا أقدر أقولك إن المطور ده علشان يتعامل بقى بالمظبوط كذا السبيكة بتاعت المطور بتتعامل بالطريقة الفلانية إلخي إلخي السياسة كده السياسة كده فتعال نفك المشهد كده فلسطين موجودة فين بالنسبة لنا في مصر موجودة على الحدود بتاعتنا صح جميل طيب فلسطين موجودة فين بالنسبة لمنطقة العربية فلسطين موجودة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في دول متاخمة للأراضي الفلسطينية المحتلة سيبك دقت إذا كان فيها احتلال اسمه الإسرائيليين ولا ما فيهاش بس الأراضي المتاخمة أو الدول المتاخمة هي إحنا هي الأردن هي سوريا هي لبنان صح جميل طيب موقع فلسطين على الخريطة بالنسبة للمنطقة كلها يا ترى هي فين هي في الجزء خد بالك بقى أقصى غرب المنطقة العربية الأسيوية تيجي فين تيجي على الحدود مع سينة لسا انت مقلتش جديد يا يوسف واحدة واحدة طيب مصر فين في المنطقة دي مصر هي مركز مركز الخريطة العربية مش مركز بمعنى أنها تقع فيه منتصف الخريطة العربية لا هي الدولة المركزية بحكم الجغرافية ما بين شرق شأسف ما بين شرق المنطقة وما بين غرب المنطقة هي ما بين المنطقة الأسيوية والمنطقة العربية فده جزء من مركزية مصر ودورها أنها الرابط ما بين ما هو أسيوي وإفريقي في منطقة المنطقة العربية أو الشرق الأوسط أدي واحد اتنين مركز مصر على الخريطة الحاجة اللي كنا بناخده وإحنا صغيرين يقول لك مصر تتوسط خريطة العالم هي مصر فعلا بتتوسط خريطة العالم طيب مصر مطلع على بحرين مهمين جدا للتجارة الدولية اللي هو البحر المتوسط والبحر الأحمر مصر عندها ممر مائي عمليا هو من أهم الممرات على مستوى العالم ألا وهو قناة السويس مصر أضافت زي ما كنت بقول لك لنفسها أضافت لنفسها قوة على قوتها بعد لنفسها بعد حيوي دائر حيوية جديدة اسمها شرق المتوسط لما عملت ترسيم الحدود الاقتصادية في منطقة شرق المتوسط عملت منتدى شرق المتوسط فده أضاف لمصر قوة سياسية مهمة جدا وطبعا سببها أنها قوة اقتصادية نتيجة أنه حقول الغاز والكشفات اللي بتتعمل في المنطقة واللي يستفيد منها كل منطقة شرق المتوسط شرق المتوسط بالمناسبة تنتهي عند تونس يعني من تونس لحد سوريا وتركيا في الشمال طبعا شرق المتوسط دي فيها فلسطين وفيها لبنان وبصر بطبيعة الحياة السؤال بقى مين مستعد يغامر خد بالك معنا كده بنفكك الخريطة لسه وبنفكك الأوزان الجيوسياسية اللي هي الجغرافيا مع السياسة تأثير الجغرافيا على السياسة فمصر جيوسياسيا جيوسياسيا من أقوى الدول اللي موجودة في الدنيا من أقوى الدول اللي موجودة في الدنيا مصر جنوب المتوسط مصر على قناة السويس مصر شرق المتوسط نفسه مصر هي البوابة إلى أوروبا مصر هي بوابة أسيا العربية إلى أسيا أو عرب أسيا إلى عرب إفريقيا والعكس صحيح مصر هي بوابة إفريقيا إلى أخيره طيب مصر والبحر الأحمر ما انت عندك البحر الأحمر ده هو اللي بياخدك بقى يوديك على قرة أسيا وجنوب شرق أسيا والدول الصناعية الكبرى اللي هناك اللي طبعا من أبرزها ومن أكبرها الصين حتى الهند إليك حدث كيفما شئت مين في الدنيا مستعد يغامر بمصالحه في المنطقة حتى الاشتعال المطلق هل الأوروبيين مستعدين يغامروا بمصالحهم الاقتصادية في المنطقة إن وصلت المنطقة إلى اشتعالها المطلق ما فيش حد بيغامر بمصالحه يعني ممكن يدوس يجي عند حتة ولازم يتراجع خد بالك وجود إسرائيل في المنطقة هو وجود وظيفي الوجود الوظيفي بتاع افصلي الشرق عن الغرب اعمل لي مصمر جحف وسط المنطقة العربية اخلق لي مشاكل طول الوقت في المنطقة دي عايز العرب ما يتوافقوش مع بعضهم بنسبة 100% خلي دايما يبقى فيه تبايونات أنا أضرب لك مثلا زمان بعد حرب 1973 حرب أكتوبر العظيمة وانتصرنا المؤذر على العدو الصهيوني وبدأنا بعد شوية نعمل اتفاقات حصل بيننا وبين الأمريكان شيء من التقارب أصبحوا هم وسطاق في عملية سلامة بيننا وما بين الجنب الصهيوني وصولا لكامب ديفيد ثم اتفاق السلام حصل ايه من غالبية الدولة العربية قالك لا اعمل حاجة اسمها المقاطعة العربية واسحب المقر من القاهرة وديه تونس أنا هنا مش بكلمك وده صح ولا غلط رئيس السادات الله يرحمه كان صح ولا مش صح التطبيح حلو ولا وحش مش ده الموضوع على الإطلاق أنا بكلمك على الموقف السياسي ده في هذه الحقبة التاريخية في هذه العشرية بتاعة من 93 وكيدش عشرية أو السبع سنين إياهم دول من 73 لحد 80 واحد وثمانين سبع تمان سنين هنا في تباينه أغلب الدول العربية بتقول لأ ما يتعملش سلام مع إسرائيل خالص ومصر مصر على السلام فإحنا هنعمل مقاطعة صح؟ جميل يبقى جزء من الأدوار الإسرائيلية هي خلق هذه التباينات تعمل عماية استنباد ترمي بزور الشقاق الخلاف ما بين العرب وبعضهم وبعدين حصلت المصالحة العربية العربية والمقر رجع لنا تاني في مدان التحرير ما محدش بشير المقرية لكن خلاص مقر مدان التحرير رجع تاني هو المقر رئيسي للجامعة العربية وصوف يظل بأمر الله سبحانه وتعالى إلى يوم الدين مش جيل بقى المسألة اللي عايزة أقوله لك أنه ده الدور أو دور من الأدوار الوظيفية اللي بتلعبها إسرائيل في المنطقة إذن لو أنه إسرائيل برعونة نتانياه وحكمته بدأت تتخطى هذا الدور الوظيفي الذي يصل إلى مرحلة تهديد مصالح الأوروبيين أو تهديد مصالح الأمريكيين خلي بالك الموجودين في البيت لابيت دلوقتي ما هماش الأكثر حكمة في أمريكا ولا هم الأكثر حكمة عند الحزب الديمقراطي في عدد من الديمقراطيين مش موافقين على السياسات اللي بينتهجها البيت لابيت وطبعا طف واسع جدا من الجمهوريين برضو مش موافقين على هذه السياسات يعني الأمريكان عادة يعملوا لك دوس عليه لحد ما يجيب آخره أول ما تلاقي خلاص بيفلفص هيطلع في الروح ارفع إيدك ليه؟ علشان يفضل طول الوقت الآن مني كأمريكا كواشنطن الآن خايف فيفضل طول الوقت بيسمع الكلام ويقول طيب وحاضر لكن المصالح الأمريكية في المنطقة أمريكان ليهم مصالح اقتصادية في المنطقة مهولة مخيفة ضخمة وبالتأكيد من أبرزها النفط البترول بس كمان عندهم استثمارات تانية كتير وعلاقات اقتصادية بكل الدول العربية تقريبا وعلاقات مهمة مش بس كده ومحتاجك سياسيا في ملفات كتير مش بس إحنا وغيرنا قد يكون احتياجه مش قد هو بالتأكيد احتياجه السياسي ليه أنا فمصر هو الاحتياج الأبرز وهم شافوا المشهد بتاع ما يدور الآن على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا عند قطاع غزة وحول القطاع حول الضفة الغربية وشاف الدور المصري ازاي بمنتهى الزكاء والحكمة والمهارة والهدوء خطوات هادئة واثقة فاعلة طول الوقت طب ده الأمريكان يبقى أنا محتاج مصر أي رهانات على أي حد تاني أي حد تاني مش بس عربي بالمناسبة أي حد تاني لا مش ده الرهان الفائز ويتعامل إعادة ترتيب مرة تانية للأفكار والأوراق كنا نراهن على الدولة الفلانية كنا نراهن على الدولة العلانية كنا نراهن على القوى زي ما كانوا بيراهنوا في فترة على الإخوان المسلمين وهو ده معروف ومعلن ما ترجع تشوف الخطابات بتاعت هيلري كلينتون مثلا يعني فالرهانات اكتشفوا أن رهانات على غير مصر ليست رهانات فائزة أن الرهان اللي يفوز هو الرهان على مصر بص أصلي خلي بالك مصر دولها تراجع جدا أصلي مصر اقتصاديا مش عارف إيه أصلي مش عارف كل الكلام الفارغ اللي تقات ساعة الجد لقوا أن مصر اللي هم تصوروا أنها تراجعت وضعفت وقدراتها مش قد كده وأصلي ما فيش إجماع عربي وأصلي ما فيش إجماع إقليمي وأصلي إيه لقوا أن مصر هي صاحبة مش الدول البارز الأبرز والأقوى والأكثر فائلية فالرهان تاني على القاهرة أدي واحد اتنين حاضر اتنين الأوروبيين عندهم مشكلة أكبر في مصالحهم في المنطقة طبعا واستثماراته وفلوسه وإعلاقات سياسية وإعلاقات عسكرية وحدة ولا حرج بس في حاجة تاني في تهديد للأمن الاجتماعي الأوروبي اللي هو إيه الهجرة غير الشرعية تاني الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية عشان توصل لأوروبا إذا كانت بقى بتيجي من منطقتنا العربية بتيجي من إفريقيا بتيجي من بعض المنطق الأسيوية عشان توصل لأوروبا لازم بتعدي من البحر المتوسط طب مين اللي يفتح البوابة ومين اللي يقفل البوابة جمهورية مصر العربية خفر السواحل المصري المؤسسات المصرية الأجهزة المصرية الحكومة المصرية الدولة المصرية كلها يتفتح البوابة يتقفل البوابة مصر قفل البوابة بقالها كذا سنة وكل الأوروبيين كل بمعنى كلمة كل يشيدون جدا ويثمنون الدور المصري في قفل الهجرة غير الشرعية ولو اشتعلت المنطقة اللي هيحصل هي مصر هتنشغل بالهجرة غير الشرعية لأوروبا ولا تنشغل بنفسها وتأمين حدودها وأمنها القومي والأمن القومي العربي طبعا هتنشغل بحدودها وأمنها القومي والأمن القومي العربي وتنطلق بقى الهجرة غير الشرعية لأوروبا فتفعل في أوروبا ما لا يتصوره أحد هتعمل أزمات اقتصادية وهتعمل أزمة اجتماعية في البنية الاجتماعية الأوروبية وهتعمل مشاكل كتير وخلل وكل اللي ممكن يجي على بالك كل اللي يجي على بالك فالأوروبيين أيقنوا تاني إنه إسرائيل دلوقتي بتتخطى دورها الوظيفة يبقى جزء من الأمريكان أو جزء مش كل دوار صنع القرار جزء من دوار صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية تعي أنه إسرائيل بتتخطى دورها الوظيفة وهتتسبب في مشكلة وهتضر بالمصالح الأمريكية كل الأوروبيين عندهم يقين أنه إسرائيل تخطت ضرها الوظيفي وبتضر بالمصلحة الأوروبية المباشرة إذن هيسكتوا ويتفرجوا قطعاً لأ هل هيدربوا إسرائيل قطعاً لأ برضي لكن هنا بقى إيه تثمر الجهود المصرية تثمر الخطوات المصرية تثمر الضغوط المصرية وبإذن ربنا سبحانه وتعالى يبقى قريب أنا ما عنديش البلورة أنا بفكك لك المشهد ونفكر فيه مهمين اللي بيضغط؟ مصر مين اللي طول الوقت شغال؟ مصر مين اللي طول الوقت بيقود عمليات تفاوض؟ مصر مين اللي بيستقبل المكالمات بتاعة زعماء العالم؟ مصر مين اللي بيستقبل مقابلات وحضور وزيارات زعماء العالم لبتشاور مع رئيس جمهورية مصر العربية؟ مصر طبعاً طبيعياً يبقى هاتثمر تثمر في إيه بقى؟ نبدأ نخش في مراحل التهدئة إمتى؟ ما عنديش البلورة الصحرية لكن الأكيد إن الأزمة منتهية منتهية في وقت من الأوقات طب مصر عايزة الأزمة تنتهي إمتى؟ مصر عايزة تستطيع أن الأزمة مباحة إنه مصر عايزة إن إيها من الستين يوم؟ فات ستين يوم، إحنا النهاردة ستة ديسمبر، الضرب بدأ يوم سبعة أكتوبر بعدد الأيام ستين يوم، مش تسعة وخمسين، ستين يوم عنده مصر بتبزل كل الجهد اللي ممكن حد يتصوره، لا أحد يستطيع أن يلعب الدور المصري بأي حال من الأحوال، لا أحد يستطيع في المنطقة بالكامل، مع الحب والاحترام والتوقير والتأدير، والله العظيم بكلمك من قلبي لكل الدول العربية، ولكل العواصم الكبيرة والفاعلة، على قلبي زي العسل، وعلى رأسي وعنية بس أنت صاحب الموقع الجيوسياسي الأهم؟ انت صاحب الجيش الأقوى والأهم؟ انت صاحب القدرات الأعلى والأكبر والأكثر حيوية فيما يتعلق مع الأوروبيين وما يتعلق مع الأمريكان؟ زي ما كنا لسا بنتكلم، وبالتالي هي القاهرة، هي القاهرة، عاصمة العرب فين؟ القاهرة، عاصمة الشرق الأوسط فين؟ القاهرة القرار الإقليمي هيطلع مين؟ من القاهرة، مش عافية، مش عافية ومش تكبر ومش صلف لا، كل الأسباب اللي ذكرتها زائد التاريخ، زائد إن القاهرة وسيط نزيه في المطلق، مش الأكثر نزاهة هو النزيه في المطلق، ومن هنا يجي إنه مصر مصرة على حل الأزمة مصر اللي ما بتحط في دماغها حاجة بتعملها وافتكر مصر لما خدت قرار تقضي على الإخوان المسلمين في المنطقة عندنا مش هيوصلوا للحكم يعني مش هيوصلوا للحكم، مصر اللي خدت القرار، فما وصلتش الإخوان أسقاط الحكم الإخوان في مصر، طيارة الإخوان اللي موجودين في تونس، خلصت الأزمات اللي كانت موجودة أو ساهمت فيه إنه الإخوان ما يبقاش ليهم فعالية في سوريا، الإخوان ما يبقاش ليهم فعالية في ليبيا عملت الليعني اللي ممكن يتصوره إنسان وما يتصوره إنسان للقضاء على العصابات المسلحة أو الملشيات المسلحة الموجودة في ليبيا مصر خدت القرار إن الإخوان مش هيصلوا للحكم في المنطقة أزيدك من الشعر بيت؟ طيب كل الدول العربية كانت قلقة كل القلق من وصول الإخوان للحكم بشكل أو بآخر سلما أو حربا أول ما مصر وقعتهم كله شم نفسه استراح والكل يعلم ذلك هنا بقولك مصر مش مصر حاشت كتير ولسه حاشة كتير وهتحوش كتير عن الكل اللي هيمشي ورانا يكسب بلاش يمشي ورانا اللي هيمشي جنبنا إدنا في قدم بعض هيكسب اللي عاوز يطلع بره الطبور مش هيكسب مش هقوله يخسر مش هيكسب بلاش نطلع بره الطبور خلينا مع بعض صف واحد على قدم المساواة حلو كده ميت فول